نصير مزراوي النجم الكبير للمنتخب المغربي زهير ايمن فريق منشستان يونايتد في الوقت الحالي السابق لبايرن ميونيخ فجأة وبدون اي مقدمات طلب التبديل في الشوت التاني من مباراة فريق منشستان يونايتد امام اسطن فيلا في الدولة قلنا انه تغييره عادية اللاعب ما نضمش بعد كده لما اسكر منتخب المغرب وطلع خبر انه اللاعب خضع لعملية جراحية في القلب بشكل مفاجئ تخضينا خضة كبيرة انتعارفين طبعا الحاجات دي في الملعب بتبقى خطر جدا الفحوصات اثبتت ايه؟ كل المصادر في منشستان يونايتد بتقول انه اللاعب بيعاني من اضطراب في ضربات القلب في ضربات القلب لما المنتخب المغربي استفسر عن السبب فقال ان التقارير الطبية اللي بعتها منشستان يونايتد بيقول انه الاضطراب ده ناتج عن معدلات جري زيادة عند نصير مزراوش يعني ايه؟ يعني هي غير طبعية يعني فوق الطبعية وبالتالي والي المباريات والمجهود الكبير اللي بيعمله مزراوي ده تسبب في مشاكل في ضربات القلب فريق الطب في منشستان يونايتد قال ان ده وارد انه يحصل مع لاعب الكرة بالذات وانه الموضوع مش خطير ولكن لازم معاه تدخل جراحي وده اللي يحصل مع مزراوي وليد الركراكي مبارح قال انه مزراوي شهرين وهيبقى موجود في الملعب مرة اخرى الف مليون سلامة على نجم عربي كبير هو النصير مزراوي واحد من الاسماء الكبيرة المنتخب المغربي شارك معهم في الوصول لرابع كأس العالم انصر مهم مع كل الفرق اللي اشتغل معها ومنشستان يونايتد كان يعقول عليه انه يحسن كثيرا من الجبهة اليمنى للفريق يعود قريبا بسلامة الله النجم الكبير نصير مزراوي لسه بكملين مع حضراتكم بعد الفاصل واحد من الناس المحترمة جدا في الوسط الرياضي هو الأستاذ الحاب بورجيلا هيكون ضيفي بعد الفاصل كان عضوا لمجلس إدارة نادي الزمالكة دائما وابدا له بصمة في كل موقف فقط في كل موضع وضع فيه مع نادي الزمالكة